بسم الله الرحمن الرحيم معنا ياولاد حلقة مراجعة ليلة الامتحان التانية في علوم الصف الرابع على امتحانات الفصل الدراسي الاول والترمي الاول من سلسلة المراجعات النهائية ويلا نشوف مع بعض اول سؤال بيقول لي اكمل ما يلي اكمل ما يلي يعتمد النحل في التواصل على ايه وعلى ايه ايه الوسائل اللي بيعتمد عليها النحل الحركات واللي احنا ممكن نقول عليها ايه الرقصات يبقى النحل بيعتمد على الحركات او الرقصات النقطة التانية كي تتم عملية الرؤية لابد من توفر مين لابد من توفر الضوء لان الضوء شرط اساسي من شروط الرؤية والابصار تحتوي عيون القط السماك على ايه يمكنه من الرؤية في الظلام بدام قال الكط السماك يبقى عنده ايه البصاط الايه ولاد الشفاف البصاط الشفاف النقطة اللي بعدها يتشتت الضوء في اتجاهات مختلفة عند سقوطه على سطح ايه على سطح خشن السطح الخشن يشتت الضوء رفع وخفض الابهام بترفع الابهام او تخفضه دليل على رضاق او عدم رضاق ده نوع من انواع مين ده نوع من انواع الشفارات يدور النحل الكشاف في نمط حول الرقم ايه ايت تمانية بالانجليش زي الشكل الحلزوني وده بيساعد على التعريف بموقع مين الطعام او الغذاء ادي الشريحة الاولى ونيجي للشريحة التانية وحاول تجاوب معايا نقطة تانية الخنافس المضيئة بتطلق ومضاد ضوئية لوجود مين في جسمها برافو عليك دي مهمة جدا لوجود تفاعل كيميائي يبقى التفاعل الكيميائي اللي في جسمها يخليها تطلق ومضاده زي حبال النور اللي بنشوفها في شهر رمضان النقطة اللي بعدها يتم تحديد مدى ارتفاع الصوت ارتفاع الصوت بيتحدد عن طريق مين يا جماعة دي جملة مهمة عن طريق درجة الصوت كرد الترسير بيشبه مين بيشبه البوم ويبلغ طوله حوالي عشرة سنتي بدون بدون الزيل يتشابه النحل والانسان في التواصل عن طريق مين الحركات الحركات من صفات الانسان ومن صفات النحل القمر لا يعتبر من مصادر الضوء طب ليه لو جالي سؤال علل لان الامر عامل زي المراية بيعمل ايه اولاد يعكس ضوء الشمس الساقط عليه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه اللي بعده من اهم الشفارات المعروفة شفرة مين شفرة موريس للعالم مين سامويل موريس او سومائيل موريس ده من اشهر الشفارات اللي اتعملت النقطة اللي بعدها حكاز المكفوفين بيعتمد على فكرة مين ايوة عرفها تحديد الموقع بصادة بصادة الصوت وارتداده صوت اغاني الحيتان الحيتان وهي في المياه بيتغني طب بيعلو الصوت في فصل ايه الشتاء بيبقى عالي جدا عندما تكون المياه باردة طيب موسم التزاوج عند الحيتان هو فصل مين هو فصل الشتاء بينما موسم التغذية هو فصل مين الصيف طيب الخنافس المضيئة من فئة ايه من فئة الحشرات ياولاد وطومن على فترات منظمة على فترات منتظمة موقع يسقط على الاجسام مين اللي بيسقط الضوء يسقط على الاجسام ثم ينعكس الى العين طب اول ما تصل الى العين تتم عملية الرؤية وعملية الابصار اللي بعده ينعكس الضوء على الاسطح مين ياولاد الملساء الشفافة اللامعة النعيمة بشكل ايه بشكل ممتظم شريحة اللي بعدها مهم جدا الضوء يؤثر على اعضاء ايه على اعضاء الحس مثل مين طبعا العين فيسبب الرؤية اول ما يؤثر على العين يسبب الرؤية المواد مين تسمح بمرور الضوء من خلالها كلنا نجاوب يبقى المواد الشفافة يا ملك طب زي مين المواد الشفافة زي الهواء وزي المية وزي الزجاج سطح شفاف يمر الضوء من خلاله بينما المواد مين لا تسمح بمرور الضوء من خلالها المواد ايه ياولاد المعتمة طب زي مين نقدر نقول كتير الكارتون معتم الجلود معتمة الحائط معتم الخشب معتم والبلاستيك وهكذا من الحيوانات التي طرى في الظلام مين عمدين كتير زي حيوانات الرنة وزي اللحصنة اهي وزي القط السماك لان عندهم مين البصات الشفاف طيب الشمس من مصادر الضوء ايه دمتعت ربنا سبحانه وتعالى من المصادر الطبيعية بينما تكشف من مصادر الضوء ايه الصناعية لانها من صنع الانسان عندما يحجب الجسم الضوء الساقط عليه لما انت تكون ماشي في الشارع والشمس تضرب في ظهرك تلاقي جنبك على الارض مين خيالك طب الخيال اسمه ايه يا اسامة الظل اسمه الظل او الخيال اللي بعده تكيب العين الخاصة عند بعض الحيوانات تكيف ايه ده من خلق ربنا سبحانه وتعالى يبقى تكيف تركيب اعين بعض الحيوانات تتميز عن اعين الانسان بانها نقط حجما اكبر حجما والحد قملها اكثر اتساعا النمل بيعتمد في التواصل على مين على الرائحة وعلى بنام الرائحة يبقى بيعتمد على حسة الشم يا ولادي يمكن للحيوانات ان تتواصل فيما بينها عن طريق مين ومين يا اما الصوت يا اما الضوء وعندنا حيوانات بتعتمد على الاصوات وحيوانات بتعتمد على الاضواء ترقص النحلة رقصة واحدة والظهرة ايه والظهرة قريبة وترقص ايه عندما تكون بعيدة ترقص ثلاث رقصات وممكن اكتر عندما تكون بعيدة الاصوات الحدة هي الاصوات ذات الدرجات مين العالية حدة يعني عالية شريحة لبعدها اشارات المرور اعتبر ايه يا ولاد ايوة ايوة يا مستر تعتبر من الشفارات والتي تعتمد على حسة البصر لان بيتم رؤيتها بالعين اللغة والكتابة تعتبر ايه اقوله برضو تعتبر من الشفارات واللي بيستخدمها مين طبعا الانسان بدام لغة وكتابة يبقى الانسان طب بيستعملها من اجل التواصل مع الاخرين الحيتان الحدباء تعتمد في التواصل على ايه اقوله على الاغاني حتى اسمها اغاني الحيتان والتي ترتبط بحسة ايه السمع ليه لانها تتسمع بالازن شفرة موريس عبارة عن حروف ابجدية تعتمد على مين اقوله تعتمد على الشرط تعتمد على النقاط يا ولاد طب انمط ايه وانمط ايه انمط صوتية وانمط ضوئية اللي بعده الموسيقى وسيلة للتواصل عن طريق ايه عن طريق الاصوات التي تعتمد على حسة السمع لان الاصوات والايه الموسيقى ستسمع بالازن يمكن التواصل عبر مسافات بعيدة عن طريق استخدام مين اقوله الدخان وممكن ايه شعلة الانقاز شعلة الانقاز زي زمان كانوا بيستعملوها في الصحراء اللي بعده هو احد صور ايه هو احد صور الطاقة التي يمكن رؤيتها وتسمى بالطيف المرئي مين اللي نقول عليه هو ارتداد الضوء عندما يسقط على سطحي ام لا سلامع عرفت ايه عرفت يا مستر ده تعريف انعكاس الضوء ومراض في انعكاس ارتداد اللي بعده تتواصل مين عن طريق الغناء اقوله الحيتان الحدباء بينما يتواصل مين بالرقصات النحل يا ولاد ده تعريف مهم جدا مين اللي نقول عليه هو نمط له معنى اقول له ده تعريف الشفرة يبقى الاجابة الشفرة مثل شفرة مين العالم موريس نقط هي شفرة بتتكون من حروف ولكن بترتيب معين بدم ترتيب يبقى الكتابة يا ولاد زي ما كنت اقول لك رجب برج جبر التلاتة نفس التلات حروف ولكن ترتيبهم فرق في الكلمة الجيم جات في الاول بقى الجبر البيه جات في الاول بقى برج الريه جات في الاول بقى ترجب مثلا كلمات مفيدة بنفس التلات حروف اداة يستعملها المكفوفين لتحديد الموقع عرفتوها ايوة طبعا يا مستر يبقى عكاز المكفوفين الوسيلة اللي بتساعدهم لتجنب الاخطار شريحا لبعدها من الحشرات اللي بتتواصل مع بعضها عن طريق وميض الضوء بدم وميض الضوء يبقى دامين الخنافس المضيئة الخنافس المضيئة نظارات يستعملها الانسان من اجل الرؤية لا اسم اه نظارات الرؤية الليلية او النظارات الليلية للرؤية نظارات اي اولاد الرؤية الليلية اللي بتساعده على الرؤية في الظلام مين اللي بيعكس الضوء في اتجاهات متفرقة بدم متفرقة يبقى الجسم دا مش ناعم مش لامع امال دا الجسم الخشن مين اللي نقول عليها مصادر ينبع منها الضوء بد من ينبع يبقى اساسية يبقى مصادر طبيعية ينبع منها الضوء مصادر ايه مصادر الضوء يا اولاد لسه نقول عليها ايه نوعين طب النوعين اسمهم ايه الطبيعية و السمعية يبقى هنا مصادر الضوء نوعين هي مصادر ينبع منها الضوء طب أسميهم طبيعية وصناعية الطبيعية من خلق ربنا سبحانه وتعالى والصناعية من صنع الإنسان زي الشمعة والكشاف وهكذا عضو الإحساس المسؤول عن الرؤية هو مين؟ هو العين بينما المسؤول عن الشم هو مين؟ هو الأنف اللي بعده قرد الترسير لا يمكن تحريك عيونه داخل جفونه ويلف رأسه بزاوية قدرها 180 درجة 180 درجة كده خلصت حلقتنا حلقة المراجعة الثانية مراجعة علوم الفصل الدراسي الأول للصف الرابع ولسه في حلقات أخرى للمراجعة بإذن الله يارب تكون الأسئلة مفيدة والإجابات مفيدة بإذن الله يا أولاد